فيديو النهاردة بإذن الله هو أول فيديو فيه سلسلة فيديوهات جديدة بصورها بخصوص برانش جديد اسمه Synapse and Receptors فيديو النهاردة هو فيديو مقدمة عن الصينابس بس في البداية عايزين نفهم مع بعض يعني إيه معنى كلمة صينابس الكلمة دي احنا أخدناها قبل كده في فيديوهات النيرف يعني نتخيل إن ده النيرف بتاعي طبعا دي النيرف تيرمينالز آهو تمام النيرف دايما بيتصل بنيرف آخر احنا هنا بنتكلم النهاردة عن الجهاز العصبي المركزي Central Nervous System يعني عندنا ملايين بل بلايين الأعصاب النيرف اللي فوق connected بالنيرف اللي تحت يعني إيه connected يعني الكهرباء هتتنقل من النيرف ده إلى النيرف ده ففي منطقة اتصال ما معنى منطقة اتصال كلنا عارفين إن أي نيرف بيبقى في نهايته بيبقى عندنا فيسيكلز حويصلات الدواير الزرقى الصغيرة الفيسيكلز دي خلي بالك إن هي إيه اللي بيبقى فيها الكيميكال ترانس ميتر دي النقطة الأساسية بالنسبالي طيب طيب هو الكيميكال ترانس ميتر احنا عايزينه إن هو يخرج من النيرف ده ويروح للنيرف ده يعني معنى هذا الكلام احنا عايزين نبني جسر اتصال ما بين العصبين هتقول لنا معاك يعني انت عايز تخرج الترانس ميتر من هنا يخرج في هذا المكان علشان يوصل إلى النيرف الده هنقول التفاصيل كلها النهارده طيب كلمة سينابس خلي بالك كلمة سين معناها اتصال وده مهم جدا باللاتيني هو ده الكنكشن أو جونكشن بين الأولاني والنيرف التاني طيب عايز اقول حاجة كمصطلحات جديدة في المقدمة الجزء ده هو السينابس بتاعي طيب النيرف اللي بيكون فوقه انا حسميه بري سينابتك بري يعني ما قبل الاتصال حيب طيب والنيرف اللي موجود تحت انا حسميه بوست سينابتك ما بعد الاتصال يعني كلامنا النهارده حيكون البري القبل والبوست اللي هو البعد طيب ده كلام جميل جدا طيب كل الكلام ده احنا عارفينه ايه الجديد النهارده الجديد النهارده هو العصب الاول والتاني بيتصلوا ببعض فين يعني ايه فين نيرف تيرمينال مع مقدمة النيرف التاني لا الموضوع ليه عمق كبير يبقى دلوقتي هتكلم على التيبس اوف السينابس انواع السينابس والانواع دي مهمة جدا بالنسبة لي تعالوا بقى نتخيل الفكرة عشان نتخيل الفكرة انا هاجي ارسم النيرف بشكل دياجراماتيك يعني ايه شكل دياجراماتيك بص قبل ما ارسمها بالشكل الدياجرام كلنا عارفين ان النيرف عبارة عن كده اهو السامبوكسة دي تمثل ايه هتقول لي ده السلبادي موجود هنا في النص حل والنيرف بيبقى ليه زوايد من فوق اهي الزوايد دي احنا بنيجي نسميها ديندرايتز الزوايد الشجرية اللي عاملة زي الفروع فاسميها ديندرايتز حلو كلام جميل وبعد كده النيرف اه دي المصورة الطويلة بتاعته تمثل اكسون تمام هو ده الاكسون بتاعي ثم ينتهي النيرف بجزور الشجرة عامل زي جزر الشجرة والجزر ده حسميه ترمينال وفي نهايته الدواير الزرقة اللي هي الفيسيكلز اللي بيكون فيها الكيميكال ترانسيميتر هتقول لي الكلام ده كلام سهل بالنسبة لنا ايه الجديد النهاردة الجديد بص معايا بقى في الانواع اعمل لك كده الدايرة اللي انا هزللها دي السودة دي تمثل بالنسبة لي السيل بادي وده النهاية والنهاية دي هنسميها ادي الاكسون وادي النيرف ايه ترمينال كلام جميل جدا وعندنا دول هم الدندريتز حلو ده النيرف الاولاني بص بقى معايا على الكلام المهم لو فرضنا ان انا رسمت نيرف تاني والتاني هعمله باللون الازرق اهو ده النيرف التاني ادي السيل بادي وادي الاكسون وادي عندي النيرف ترمينال ملاحظ ايه؟ يعني ايه؟ يعني دلوقتي هيبقى فيه السينابس تعال نحطه في دايرة وننقطه اهو ده الاتصال الاتصال ما بين نهاية النيرف الاولاني مع بداية النيرف التاني ايه ده؟ يعني نقدر نقول طبعا مش النهاية بقى لا ده انا عايز اخده من عند الاكسون اللي فوق مع بداية النيرف الاولاني طب حلو اللي فوق ده اللي هو الاكسون والبداية اللي تحت هي اسمها ايه؟ سو ما السيل بادي بسلميها سومة فاكر لما جينا اتكلمنا في الاوتونومي قبل كده قلنا سوماتيك معناها ايه؟ البادي او الاراضي طب دلوقتي يبقى السينابس اسمه ايه؟ يلا تعال اقول لي اكسو سوماتيك السينابس هنيجي نسمي السينابس النهاردة مع بعض اكسو سوماتيك حلو يبا ده اول اتصال عندنا طب تعال نشوف الاتصال الثاني وانت حتقول لي رأيك كلها من خلال الرسومات اهو ده ايه؟ تقول لي ده السيل بادي طب وده الاكسو وده نير تيرمينالس العادية جدا بقى طي هنا بقى ممكن يبقى الاتصال ازاي؟ خلي بالك هنا انت عندك دندريت اهو عندنا دندريت اهو وخلي بالك هنا هعمل دندريت بتاع نيرف تاني ودي الدايرة اهو ادي السيل بادي ودي الاكسو ودي النيرف تيرمينال ملاحظ ايه؟ هنا الاتصال اللي انا عايز اتكلم عليه عايز اتصل بص ادي الدايرة هي بتاعة الاتصال الاكسون النيرف اللي فوق مع الدندريت بتاع النيرف التاني وعشان ما انتوهش هنتكلم على اللي فوق يبقى وان والنيرف التاني تو وان وتو هتقول لي ايه وان وتو ما هو وان هو البري سينابتك وتو هو البوست سينابتك هتقول لي ايه ده؟ هو ممكن يبقى فيه سيرد نيرون اه هنعرفها الفيديو اللي جاي هتقول لي يعني ايه سيرد نيرون طب ويعمل ايه؟ ما هو بري وبوست لسه هنعرف احنا ازاي نقدر نشغل او نوقف البري دي قصة لسه هتتقال طب تعالوا نسمي الجونشن التاني اللي عندنا هتقول لي عادي الاكسون بتاع وان تمام؟ مع الدندريت بتاع التو يبقى انا هسميها ايه؟ اكسو دندريتك بص الكلام اكسو دندريتك خلي بالك سينابس او جونشن طيب فيه نوع تالت لغاية لو تقولنا نوعين الاكسون مع السومة والاكسون مع الدندريت طب انا ممكن يبقى اكسون مع اكسون ايه ده؟ اكسون مع اكسون طب دي تيجي ازاي؟ منتهى البساطة لو انا هجيب قادي النيرف بتاعي قادي السيل بادي اكسون اكسون نيرف تيرمينل كلام جميل جدا بص بقى الجونشن هيبقى في الحتة دي في نيرف تاني اهو نعمله بالازرق وادي السيل بادي وادي الاكسون بص الاكسون اهو وبيكمل كايه؟ كنيرف تيرمينل ملاحظ ايه؟ ملاحظ نحط بقى الدايرة بتاعتنا المنقطة هي الاكسون بتاع النيرف اللي مرسوم بالاسود اهو مع الاكسون بتاع النيرف المرسوم بالازرق ويبقى ده اسمه جميل جدا حنسميه اكزو اكزونك اه ساينابس اكسون مع اكسون طيب تعالى بقى نسأل نفسنا سؤالي بعد معرفنا التلات انواع للساينابس هو انا بدرسهم ليه؟ بدرسهم عشان احدد مين فيهم الاكسر استجابة للكهرباء تعالى افكرك بكلمة قلناها في بداية فيديوهات النيرف قلتلك اكسايتابلتي اللي بيشوف الفيديو النهاردة يقوللي قدرة الاستجابة للساينابس مين فيه التلاتة ساينابس هو الاكسر نشاطا فطالب هيقوللي هو اكسر نشاطا دي بتتوقف على ايه؟ بتتوقف على حكتين ده معنى هو الاكسايتابلتي مش دي معناها ان انا هستجيب لكهرباء وانا كنيرف ديورينج ريستنج ميمبريين بوتينشل واحنا بنتكلم طب تعالى بقى نرسم مع بعض الرسمة الجنيلة جدا بتاعتنا ده الريستنج العادي ثم ادينا كهرباء ده فايرينج ليفل ثم ادي دي بولاريزيشن الجزء ده كلام النيرف اللي كل الطلب عارفينه ثم ري بولاريزيشن وهايبر بقى وكلام ده ما دي رسمة الاكشن بوتينشل عشان انا اقول انك اقصر نشاطا يبقى لازم يبقى الفايرينج الليفل بتاعك خلي بالك بيبقى قريب من الرستنج ميمبريين بوتينشل طالب يقول لي يعني ايه معنى هذا الكلام احنا الفيديو اللي جاي هنعمل سترس على المعلومة دي بس تعالى اقول لك الفكرة الرستنج ميمبريين بوتينشل للاعصاب السنترال المركزية نيجاتيف خمسة وستين مثلا نيجاتيف خمسة وستين ميلي فولت تقول لي ماشي طب الفايرينج عندك بص بقى هنا احنا متعودين في النيرف العادي الفايرينج نيجاتيف خمسة وخمسين هتقول لي ماشي لأ ده هنا الفايرينج ليفل بتاعك نيجاتيف تسعة وخمسين ميلي فولت تعالى نقول الكلام بتاع زمان لو في طلبة نسيين ايه حكاية نيجاتيف دي احنا دايما كنا بنقول ان بره بوزيتيف وان جوه نيجاتيف تقول لي اهو والنيجاتيف اللي جوه معناها ان البوزيتيف اتشارجز هنا اقل من اللي بره عشان كده بنقول نحط الاشارة بالسالب رمز للشحنات الداخلية للاتشارجز اللي جوه معاك طيب يعني ايه نيجاتيف تسعة وخمسين يعني انا محتاج ان انا ادخل سوديم زي ما احنا متفقين ايام النار بس ادخل سوديم لغاية ما يبقى الفرق يقل من خمسة وستين للا تسعة وخمسين وما تطلخبطش بالسجنة لو الاشارة اللي موجودة على جنب ليه لان احنا مش بنتكلم ماسيماتيكل احنا بنتكلم سيمبل او رمز الفرق بين جوه وبره خمسة وستين ملي فولت السوديم عمال يدخل لغاية ما الفرق يقل من خمسة وستين الى تسعة وخمسين يعني الفرق يقل بمقدار ستة ملي فولت ايه ده كل ما الفرق يكون قريب لغاية ما اوصل للفايرينج كل ما انتك تكون اكثر نشاطا ايه ده معقولة هذا الكلام اه ده الكلام اللي انا ايه عايزك تكون فهمه كويس يبقى دي اول ميزة في مين في الاجز واجزونك الفايرينج الليفل نيجاتيف تسعة وخمسين ده ده احنا يعني لما جينا شرحنا النيرف في الفيديوهات قلتلك ايه قلتلك الريستينج نيجاتيف سبعين وبعد كده بنيدي ستيمولوس سوديم بيدخل ما زال من خلال ايه لغاية ما يوصل لنيجاتيف تلاتة وستين صح ثم تبدأ بوابات السوديم الكهربية تفتح بالتدريج عند نيجاتيف تلاتة وستين ومعظم كلها يفتح عند نيجاتيف خمسة وخمسين افتكر معايا هذا الكلام لا ده هنا فيه نشاط عالي جدا والكلام ده وانت بتشوفه يفكرك بايه تقولي ده بيفكرني يا دكتور لما شرحنا النيرف زمان قلنا ايه اقل ستيمولوس يوصلني الفايرينج لفل انا مش هبتدي باقل لانهات دي هنا سريش ستيمولوس كافي ولكن ده الفايرينج قريب بص الفرق كم من خمسة وستين لتسعة وخمسين ده الفرق ستة الله طب تعالي بقى على ايام النير كان نيجاتف سبعين ونيجاتف خمسة وخمسين ده الفارق خمستاشر ميلي فولت لغاية لما كل الفولتج جيت سوديم شانلز هتفتح هتقولي ده الكلام واضح قوي ودايما الطلبة اللي بتشوف الفيديو النهاردة لازم تفرق بين حكتين احنا النهاردة بنتكلم على اعصاب جوه البرين سنترل مركزية طب اما الفيديوهات النيرفي دي كنتوا بتقولون على ايه اعصاب طرفية بيريفرال نيربس نخلي بانا من الكلام ده لانه كلام في غاية الاهمية وغاية الخطورة هتقولي ماشي لغاية دلوقت يا دكتور انا مع حضرتك في كل الكلام اللي بيتقال طيب هل عندك دليل او اثبات اخر يعني ايه دليل او اثبات اخر حضرتك عمال تتكلم معانا في فكرة فكرة مهمة جدا الان اني ده اكسايتم اكتر اقولك اه لأ ده انا عندي الدليل الثاني الدليل الثاني انه الفولتج جيت السوديام تشانلز خلي بالك تركيز او عدد بوابات الكهربية بتاعة السوديام عالية جدا عند اتصال اكسون باكسون ايه ده يعني ايه تعالى معايا بص على الرسمة اللي فوق مش ده السلبادي ايو وده مين وده الاكسون بص هحطلك بقى دايرة زرقة هنا ايه ده ايه دايرة الزرقة دي عند اول جزء من الاكسون شوف بداية الاكسون دا كاترة الهيستولوجي يقولك initial part of the axle الجزء المبدائي حتى الحتة دي بنسميها اس يقولك اكسون الهلوك الحتة دي الجزء المحنوق بداية يعني اتصال السلبادي من الاكسون طب مالو دا ما هو دا اللي حصل فيه الارتباطات حصل فيه الجنجشن والسينابس طب الحتة دي مهمة ليه اصلي لقينا ان الفولتج جيتد سوديا متشانلز هنا بص الرقم سبع مرات الفولتج جيتد سوديا متشانلز اللي موجودة في السلبادي اللي موجودة عند السومة آه وده يا دكتور اللي يفسر ليه الاكسوسوماتيك كسينابس او اتصال اقل نشاطا من الاكسو اكسون يعني انا عندي سببين يخلي اتصال الاكسون بالاكسون ده سينابس ناشط جدا فايرينج ليفل عند ناجاتف 59 قريب من الريستينج جدا وعدد الفولتج جيتد سوديا متشانلز كتيرة جدا في طالب ممكن يسأل سؤال طب هو ليه ربنا خلى العدد هنا كتير دي معلومة مجردة بس المراجع اجتهدت وقالت كل ما العدد هنا بيكون كتير كل ما بيبقى دي بولاريزيشن نوصله اسرع كل ما الاكشن فيما بعد يتكون اسرع فيحصل انا عايز الانتشار من بداية الاكشن الى نهاية الاكشن عشان اكسر الفيسيكلز وكلنا عارفين الميكانيزم ده وحنقوله النهاردة بالتفاصيل عشانت عايز الانتشار من البداية للنهاية وده الكلام اللي اخدناه في فيديوهات النيرف في فيديوهات النيرف ايوة اتكلمنا على اعصاب طرفية في الايدين والرجلين بريفرال ولكن في خصائص مشتركة ما بينها وبين الاكشن بوتينشل لان ما بتكلم النهاردة على سنترال نيرونز يعني فيديوهات السينابس هي واخدة جزء من فيديوهات السنترال نيرف السيستم اللي حندرسها فيما بعد في سنة تالتة طيب فدلوقتي عرفنا حكتين وطي السينابس وعرفنا انواع السينابس اكسون مع سومة اكسون مع دندريت اكسون مع اكسون وكأن القاسم المشترك لكل السينابس هو كلمة الاكسون طيب عايزين دلوقتي نتكلم على النقطة الاهم اللي هي هو السينابس ده ليه انواع طيب يا دكتور ما حضرتك قلتها نيرف بنيرف لا انا مش بتكلم على انواع اناتوميكال او هستولوجيكال مين اتصل بمين في كل عصب كالمكان ان الانواع حسب المكان لأ انا عايز اتكلم على انواع حسب النقل هنبتدي باهم نوع وهو النوع الكيميائي ودي انا حسلميها كيميكال سينابس وكل الطلب عارفاه يعني ايه فكر بقى الكيميكال هقولك اكشن بوتينشل ونفتكر بايام زمان لما كان بييجي هنا الكهربا كانت بتعمل ايه كانت بتفتح البوابة البوابة هنا بتفتح حل السيلندر ده اللي كنا قلنا عليه ده ارجع لفيديوهات النير طب وبعد ايه مروح داخل الكالسيوم اهو طبعا الانفلاكس دخول الكالسيوم ليه لان تركيز الكالسيوم هنا اكسترا سيليولر اعلى من تركيزه جوه النير دايما الكالسيوم بيعامل زي السوديوم بالزبط كلنا عارفين القصة دي الكالسيوم هيمسك في ويكسرها ويخرج منها النقط السودة اللي هي الكيميكال ترانس ميتر ايه ده ما دي الحاجة الكومن دي حاجة يا دكتور اللي قلناها في نيورو موسكولر ترانس مش خلي بالك فيديوهات السينابس انا ما بتكلمش على اتصال نيرف بمصل بتكلم على اتصال نيرف بنيرف في عندنا بلايين الاعصاب في المخ طيب السؤال المهم الكيميكال هو المنتشر طيب ما يا دكتور كلنا عارفين انه هيخرج الترانس وحيمسك في ريسبتر ما بين نيرف ومصل هتقول لي الله بس النهاردة ده نيرف تاني ومال فين الريسبتر الريسبتر على النيرف التاني اهو ده الريسبتر اللي على النيرف التاني اللي حيمسك فيه الكيميكال ترانس ميتر ده الاساسي بالنسبالي الله يعني الريسبتر موجود فين على البوست سينابتك دكتور غاية دلوقتي هذا الكلام كلام منطقي للغاية بس فيه معلومة عايزك تعرفها الجزء ده اسمه كلفت اللي هو الشق ده لانا بشاور عليه اسمه كلفت سينابتك كلفت اهو الجزء ده دول ده الشق بتاعي طب بس فيه حاجة مهمة هو يا ترى الفيسيكلز او الحويصالات دي فيها طاقة ولا ما فيهاش لازم يكون فيها طاقة مهمة جدا ليه انت دلوقتي نقل الكهربا محتاج ATP محتاج مصدر للطاقة خلي بالك دايما الترانسميشن ودي معلومة خلي بالك مهمة جدا حتفدنا في الفيديوهات القادمة دايما النقل الكهربا يحتاج الى طاقة ويحتاج الى اكسجين في النقل ايه ده معقولة اه طبعا وده اللي احنا اخدناه مع فيديوهات النيرف العادي قلنا ايه قلنا خلي بالك انت لو ضغطت عن نيرف قوي الميلينيتد تأثر على الكوندكشن بتاعه فاكر لما جينا قلنا ان احنا عندنا اعصاب ايه وبي وسي بتقول لي ايه كلام ده معروف وقلنا ان الا هو المصد ميلينيتد والبي الاقل والسي النون ميلينيتد مين اللي كان بيتأثر هتقول لي اللي بيتأثر هو الا ثم البي ثم السي طب والاكسجين مهم لو قال سميناها هايبوكسيا طيب ما هو كان بيتأثر البي ثم الايه طب يا دكتور انت عايز تقول لي اني النيرف جوا ايه جوا مصنع الات والمصنع يبقى مين ميتو كوندريا خلي بالك الكلام النهاردة كلام مهم قوي مهم جدا انك تبقى عارف الفكرة مش مجرد نقل وخلاص طيب فالغاية دلوقتي الكيميكال سينابس هو الحاجة المعروفة هتقول لي بس يا دكتور هو ايه اهمية الريسبتور اللي موجود على سطح البوست سينابتك الريسبتور ده اهميته بيمسك في الكيميكال ترانسي متر اللي جاي من البري الى البوست ايه ده يعني الاتجاه من اين الاتجاه من فوق لتحت عشان كده هذا الاتصال الكيميائي من الناحية الفونجشنل او الوظيفية بيبقى يوني ديركشن اتجاه واحد من فوق لتحت ده مهم اوي وخلي بالك دايما الكيميكال سينابس بيبقى حاجة مألوفة جدا بس في نقطة هل يا ترى الاتصال ما بين النيرف الاول والتاني بيبقى سريع الاجابة لا ما بيبقى السريع احنا بنتأخر ليه بنتأخر اه ارجع وافكرك بالكلام اللي قلناه في ايام النيرف فاكر لما جينا قلنا في حاجة اسمها ليتنت بيريود يعني فترة تأخير تسجيل الكهربا صح كنا دايما ندي ستيمولوس للنيرف في البداية ونسجل الكهربا في نهاية النيرف لو تفتكر معايا الكلام ده وانا دي فترة التأخير I come late ده ليتنت بيريود طب هنا وفين التأخير عيد اول تأخير عندك اكشن بوتينشل اوبن فولتش جيت الكالسيوم اتشانل اتأخرنا في دخول الكالسيوم واحد اتنين اتأخرنا ان الكالسيوم يمسك في الفيسيكلز ده تاني فترة تأخير تالت فترة تأخير تالت مدة بتأخر فيه انا بعد معاكم دلوقتي انه يحصل رابشر للفيسيكلز تكسر رابع تأخير ان الفيسيكلز يمسك في ريسيبتور خامس تأخير ان الفيسيكلز الترانسيمتر اللي مسك في الريسيبتور يديني نتيجة ايه ده يعني التأخير في دخول كالسيوم التأخير انه يمسك وحنعرف ليه النهاردة التأخير انه يكسر التأخير انه يخرج الترانسيمتر التأخير ان الترانسيمتر يمسك في الريسيبتور فكده انا بتأخر طيب هل يطرى الصينابس الكيميكال ده سينستيف لأدوية معينة ها سينستيف لأدوية معينة خلي بالك كلام ده كله كلام مهم جدا وحنقوله بعدين يعنيه سينستيف لأدوية معينة او سينستيف لمواد كيميائية معينة يعني اجي اقولك حاجة مهمة جدا شرب الشاي يصحر ولا لا اقول لي اه شرب القهوة يصحر اه طبعا ده لو واحد متعود على شرب القهوة لا هنقول القصة دي بعدين طب ايه علاقة القهوة والشاي بالكلام ده القهوة فيها مادة الكافيين خلي بالك والشاي في مادة سماسيو فلن اسمع معايا الكلام في البدايات علشان الكلام ده هنحتاج له جدا في الفيديوهات القادمة طيب الكلام ده بيزود ايه سينابتك ترانسيميشن نقل الكهرباء من هنا ليه هنا بينشط بينشط النقل ده في غاية الخطور يبقى ده اسمه كيميكال سينابس طيب هيجي طالب يقول لي هو حضرتك قلتلنا ان السينابس ليه انواع من ناحية الاناتوميكال وليه انواع وظيفية اول نوع كيميكال هو هل يطر في نوع تاني غير الكيميكال ايوة وهو نوع اقل شيوعا اسمه النقل الكهرباء هنا بقى قبل مرسم وحط العنوين في طالب دلوقتي هتلخت يقول لي نقل الكهرباء طب احنا ما كله مبني على ايه على كهرباء ودخول كالسيوم خلي بالك الكالسيوم بيدخل عشان يكسر الفيسيكل اللي فيها المادة الكيميائية الترانسيمتر اللي هتمسك في الرسيبتور على النيرف التاني عشان كده النقل الكيميائي يعني انا يهمني بسمي دايما السينابس على اساس ايه على اساس مين اللي حينفس الكيميكال طب قمنا ايه الالكتريك ده النوع التاني اللي هو الالكتريك سينابس خلي بالك دايما فيديوهات المقدمة احنا بنبني افكار معينة الافكار دي هتفرق معايا بعدين بص بقى الالكتريك سينابس معناها ادي مثلا سل نفطر ادي خلي والسل دي ادي رقم واحد دي السل الاولى تمام وانا فتحت السل من تحت علشان اقولك حاجة مهمة جدا ايه هي ان السل دي متصلة بسل تاني اه رقم اتنين متصلة بايه في الاتصال اهو اللي انا بظلله باللون الازرق اللي انا بظلله هو جونكشن اسمها جاب جونكشن جاب زي كبري هو ده كبري بتاعي جاب جونكشن ما بين السل الاولى والسل التانية طيب دي هنا بسميها الاتصال الكهربي خلي بالا هل دي حاجة منتشرة الاجابة لا مش منتشرة في جسمنا عموما هتقوللي بس ادينا مثال ما بين جسمنا عموما بس هي فين دي موجودة في الهارت في القلب لما تيجي تدرس شجرة اسمها بيركنجي فايبرز تعال افكرك بيها لو جينا قلنا ان ده شكل الهارت اهو ده الهارت بتاعي كلنا عارفين انه طبعا ده السبطة من حاجز في عندك هنا حزمة اتريوفنتريكولر باندل باللون الازرق الحزمة دي هتنتهي بخلال شجرة من الاعصاب اللي انا عملها باللون الاسود الشجرة اللي موجودة من الاعصاب دي اسمها بيركنجي فيبر خلي بالك من التسمية بيركنجي اكتشفها واحد انجليزي والراجل ده سم حاجات كتيرة على اسمه بيركنجي فيبر هتقول لي طي الكلام جميل هو الرسمة دي كانت بيركنجي سيل اه يعني نمبر ون الخواجة بيركنجي قال دي السل بتاعتي ونمبر تو اللي هو السل اللي بالعرض الشيت اللي هو ده كل ده كل ده ها تمام دول السيلز بيركنجي سيل ده جاب جنج طب السؤال هو ليه ربنا عمل في الهارت الاتصال عن طريق كبري ده لسرعة انتشار الكهرباء ليه البركنجي فيبر لو ترجع لقام المدرسة زمان هو اللي بيوصل الكهرباء بسرعة للوول اوف زهارت اه وده الفنتريك المحتاج يبقى excitable يستجين للكهرباء بسرعة علشان كده ما تستغربش معايا لما جي اقولك لازم البركنجي سيلز اللي انا بشاور عليها هنا كرسمة مكبرة يبقى متصلين ببعض عن طريق جاب جونجشنز او عن طريق كباري هذا الكلام في غاية الاهمية في غاية الخطورة عشان كده اللاو زه سبريد فروم سيل تو سيل ما ينفعش نقل الكهرباء للولوف زه فينتريك يبقى بطيء لا لازم يبقى فيها سرعة وايه اسرع طريقة للنقل جاب جونجشن لو انتو اخدتو هستوليجي ومزاكرينو كويس قوي هتلاقى ان في هستوليجي الجونجشن انواع الاتصال عن طريق كبري جاب فراغ الاتصال عن طريق ميكانيكل يعني سيل لازقف سيل كده تايت جونجشن يعني تايت اتصال محكم لا يسمح بمرور مي على سبيل المثال والكلام ده هنقوله ان شاء الله في الفيديوهات القادمة والسنوات القادمة طيب تعال نطبق بقى الكلام اللي بنقوله في المقدمة النهاردة على تفاصيل كثيرة ايه هي هو الالكتريك سينابس ده ممكن يبقى يوني دايريكشنل قالك ممكن ياخد اتجاهين معقولة اه بس على فكر علشان نبقى واضحين بيبقى باي دايريكشن او اتجاهين لو عملته كتجاربة في المعمل اوعى تفتكر وبقول تاني اوعى تفتكر ان الكهربة في القلب من السل الاولى للتانية وترجع بالعكس لا طب يا دكتور ادينا نسال على الكلام اللي انت بتقوله اقولك لما جينا اتكلمنا عن الاكشن في النيرف قلتلك ان الكهربة تمشي منين من الدندريت بديها هنا الاستيميلوس سوما اكسل نيرف ايه نيرف تيرميل تقولي ماشي وسميناها حتى وقتها اسم جميل جدا افكرك بي ارثو دراميك وقلنا يعني ايه دراميك دراميك يعني اتجاه وقرثو يعني واحد او زاسيم ديركشن باللغة اللاتبية طب لما جينا عملنا اكسبريمينتل يعني ايه قلنا عايزين نبتدي الكهربة مثلا من هنا في المعمل ممكن الكهربة تطلع لفوق وممكن تنزل لتحت ده اكسبريمينتل تجربة معملية حتى سميناها ايه انتي دراميك انتي يعني الكهربة بتمشي بالعكس عمر ما الكهربة تطلع لفوق لا انا بديها من فوق تنزل لتحت وده الحاجة الكيميكال وده الحاجة الاكثر انتشارا عشان كده لما تكلمنا على الكيميكال قلنا ايه زامست كومان خلي بالك الاكثر شيوعا طب ولما تكلمنا على الالكتريك الاقل شيوعا خلي بالك الالكتريك اسرع ولا الكيميكال انا حاسبها لتقديرك للموقف تقول لطبعا اسرع ده جاب جونج ده حتى بالمنطق ده حتى بالمنطق وانا مش مذاكر فيسيولوجي اسرع طريقة انك انت تطلع على كوبري وتنزل منه للناحية التانية يبقى ده اسرع من الكيميكال ولكن الكيميكال اكثر شيوعا منه ده حاجة تانية الالكتريك يطرى سينستر لدرانكس لا طيب هل يطرى الالكتريك اكسايتاتوري ولا انهيبيتوري هنا بقى نيجي للمصطلح اللي حنقوله الفيديو القادم ان شاء الله في سلسلة الفيديوهات ما معنى اكسايتاتوري اكسايتاتوري معنى ان انت توصل لفايرينج ليبل الله يعني افهم من كلامك يا دكتور ان اكسايتاتوري تعني دي بولاريزيشن في الاساس ما وخلي بالك لما تعمل دي بولاريزيشن هيبقى وراها ري بولاريزيشن اكشن بوتينشل مكتمل طيب هو الانهيبيتوري معناها ايه افكرك اه بص معايا على دي لانا بشاور عليها ايه ده هتقولي ده الهايبر بولاريزيشن بتاع النيرف العادي فاكر نيجاتيف تمانين فولتج جيت بوتاسيوم بطيئة في افلها ولهذا السبب هيفضل البوتاسيوم يخرج كتير البوابات بتصرب بوتاسيوم فما بنرجعش للريستيك لا بدليل لما جينا هنا ورسمنا خط في الفيديو ان ايه عمال البوتاسيوم يطلع بوابات وبطيئة في افلها فالبوزتيف تشارج برا عمال يزيد ففرق تشارجز بين برا وجوه بيزيد هنا دي المنطقة هايبر بولاريز لو انت وصلت للهايبر بولاريز ده معناها ان النشاط اقل من العادي ومدام اقل من العادي انا طب ما تيجي نسمي الحكاية دي ايه ان هايبيتوريوم كلام جميل كلمة انهيبيشا مش معناها واقف معناها بقل نشاطك تماما تعال افكرك بحاجة برضو في فيديوهات النير علشان نبني عليها قلتلك ايه في المرحلة دي انا تحت اعتبرت ايه النورمل طب انا تحت النورمل يعني انا صب نورمل ومدام انا تحت الطبيعي يبقى انا محتاج الى كهربا اقوى من العادي هو العادي كان محتاج ايه طب واللي تحت يبقى انا محتاج سبرا سريش هنعرف ان شاء الله في الفيديوهات القادمة هو امتى يبقى فيه انهيبيتوري وامتى اكسايتاتوري خلي بالك الالكتريك دائما اكسايتاتوري كهربا من هنا الهنا السل الاولى نشاطت التانية والتانية نقلتها بسرعة لتالت لا الاتصال الكهربا دايما ايه اكسايتاتوري اما ليى دكتور الاكسايتاتوري والانهيبيتوري ان انا احتمل المعنين انت بتكلم على مين احنا اخدنا قبل كده انه الاسيطايل كولين هو اللي في الفيسك وهو اللي بيمسك في النيكوتينيك ريسيبتور خاترين كلام والنيكوتينيك جوه فولتج جيتة سوديم وكل ما الاسيطايل كولين يمسك في الريسيبتور يدخل سوديم يمسك يدخل سوديم اكتر ويحصل اكشن وتنشي وتتنقل لسطح المصر الكلام ده اللي اخدناه زمان قصدك ايه قصد ان ربنا خلق اعصاب في البرين يا اما مخزنة اكسيتاتوري ترانسيمتر او مخزنة انهيبيتوري ترانسيمتر وعلشان نبقى واضحين ونحط قواعد مع البدايات النيرف الواحد قدامه اختيار من اتنين يتخزن اكسيتاتوري يتخزن انهيبيتوري طالب هيقول لي طب لو سمحت عايزين توضيح اكتر يعني الترانسيمتر اللي خارج مسك في ريسبتور الريسبتور اللي انتو شايفينه ده ماسك فيه بوابات يعني ايه يعني الريسبتور ده ماسك هنا فيه بوابات سوديم فانت لو اكسيتاتوري هتمسك في الريسبتور روح فتح لي بوابات السوديم روح مدخل سوديم فالبوزتيف يزيد جوه ويسيب مكانه على المنبرين برا بوزتيف اقل زي فكرة النيرف العادي فده يعمل لي دي فده اكسيتاتور وحندي طبعا ميكانيزم وطرق كتيرة طب لو انا ترانسيمتر انهيبيتور يعني انهيبيتوري انا بابعدك عن الفايرينج ليفل اهو مكان صباعي طب انا عشان ابعدك يبقى لازم ايه اخرج بوتاسيوم يعني انا همسك في ريسبتور والريسبتور ماسك في بوابات بوتاسيوم افتحها فالبوتاسيوم اللي جوه البوست سينابتك يخرج لبر زي المنظر ده فيزود البوزتيف على المنبرين اللي بر فيعمل لي هايبر بولارايزيشن عند البوست سينابتك هذا الكلام هنقوله تفصيليا في الفيديوهات القادم طيب عندنا النقطة التالتة المهمة جدا اللي هو هو زي ما اتفقنا انه انواع الصينابس تلاتة من الناحية الهيستولوجية وانواع الصينابس من الناحية الوظيفية او الفانكشنال تلاتة تقول لي ايه ده انت قولتين وعين كيميكال هو الاكتريك لا انا عندي نوع ثالت وهو نوع نادر جدا النوع الثالت هو النوع النادر اسمه كون جوينت كلمة كون جوينت معناها اتصال الاثنين يعني انا ممكن يكون عندي صينابس وهذا الصينابس يبقى بوس الاثنين مع بعض كيميكال والاكتريك صينابس خلي بالك ودي حاجة نادرة جدا جدا دي حاجة رير نادرة جدا كده احنا اتعرفنا على بداية الصينابس يبقى اتكلمنا definition of صينابس سين يعني منطقة اتصال ما بين نيرف ونيرف اللي فوق هو بري ما قبل واللي تحت هو بوس اتكلمنا على ثلاث انواع من الناحية الهيستوليجي اكسل مع سومة اكسو سوماتيك اكسل مع دندريت اكسو دندريتك اكسل مع اكسل اكسو اكزونيك وهذا هو المست اكسايتابول الاكسر نشاطة ليه فيرينج ليفل اقرب من ريستينج وفيه فولتج جيت سوديا متشانل سبع مرات اللي موجودة في السومة وده مهم جدا جدا من الناحية الوظيفية كيميكال عكسها الكيميكال مست كومن الكتريك العكس الكيميكال اتجاه واحد من البريل البوست الكتريك اتجاهين الكيميكال ابطأ خمس مدد يأخروني الالكتريك اسرع كيميكال حساس لأدوية الالكتريك لا الالكتريك دايما الكيميكال يا اكسايتاتور يا انهيبيتوري وحنقول اساميه الفيديو اللي جاي واتفقنا النيرف الواحد بيطلع ترانسيمتر واحد يا اكسايتاتوري يا ام انهيبيتوري واتفقنا كمان معلومة مهمة قوي انه الريسبتور ده ماسك في بوابات واتفقنا ان conjoint دي حالة ندرة ان شاء الله الفيديو القادم هنتكلم على عنوان في منتهى الاهمية هو ازاي الفيسيكلز دي رابشر هتقول لي ايه ده طب مكالسن بيدخل يمسك في الدوار دي ويكسر لا ده احنا هنعرف الفيديو الجاي ان الفيسيكل الدايرة دي فيها تلاتة بروتين من جوه تلاتة بروتين جوه وفيها بروتين فوق وبروتين تحت وبروتين من الجام ده انت هتعرف معايا ان الفيسيكل فيها ستة بروتين وان وان الممبرين اللي عند الكليفت في بروتين يعني سبعة وزي ما عجايب الدنيا سبعة الفيسيكل احد يعني الحاجات المعجزة اللي ربنا بيخلقها حاجة صغيرة جدا جدا فيها سبعة بروتين افتكر معايا الجملة دي الفيسيكل سبعة بروتين وعجايب الدنيا سبعة ان شاء الله هنعرف تفاصيل اللي خلى الفيسيكل يلزق في الممبرين وإيه اللي خلاه يتكسر وده مبني على بروتين جوه الفيسيكل وازاي الترانسيميتر بيشتغل تفصيليا ان شاء الله انتظروني الفيديو اللي جاي كان معاكم دكتور محمد فايز